شهد الفريق أول ركن معل الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم اللقاء المجتمعي مع أصحاب وممثلي المجالس في البحرين وذلك بحضور كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام وفي مستهل لقاء القمع لوزير الداخلية كلمة جاء فيها الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كرم الله سبحانه وتعالى علينا أن البحرين تعيشوا أجواء من الوئام والتآخي والطمأنين بفضل الرؤى الحكيمة والنظرة الاستشرافية الكريمة لسيدي حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي جعل من إرادته السياسي الطموح مورداً متدفقاً لمقدرات الثقة الوطنية وبناء حاضر مطمئن وصياقة مستقبل مشرب للمواطن البحريني لتمضي المسيرة النهضوية الحديثة بخطاً ثابتة وعزيمة واثقة ويسعدني في هذا اليوم الالتقاء بأصحاب وممثلية المجالس في البحرين التي تعتبر إرثاً اجتماعياً عريقاً ونموذجاً حضارياً أصيلاً في تجسيد قيم التواصل والترابط بين كافة مكونات المجتمع وتقوية النسيج الاجتماعي وإن دورها التنويري والتوعوي يجعلها علامة مميزة للمجتمع البحريني بعاداته وتقاليده العربية التي نفتخر بها وشريكاً في تحقيق الأمن ولا يخفى عليكم أيها الأخوة إن أي إنجاز أمنية حق يكون هدفه المواطن ضمن شراكة مجتمعية قائمة على التعاون والانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن ويسعدني في هذا الجامع المبارك أن أطلعكم على ما عكسته التقارير الأمنية من إحصاءات إيجابية ولله الحمد فيما يتعلق بمعدل الجريمة في البحرين حيث انخفض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة بنسبة 30% ويسعدني أن أشارككم هذا الإنجاز الأمني المتميز والذي يعود في تقريري إلى عدد من الأمور الرئيسية وفي مقدمة ذلك المشروع الملكي الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه الذي جعل من المواطن الهدف الأسما في ممارسة حقوقه السياسية بعدالة ومسؤولية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في أجواء من الطمأنينة والسكينة والاحترام وهو مصدر ومبعث الثقة والدافعية الوطنية التي جعلت من المواطن البحريني بأن يكون هو المبادر في حفظ الأمن والنظام العام والشريك الرئيس في منظومة الطمأنينة والاستقرار والأمر الآخر هو النهج المبارك والعمل الجاد الصادق الذي سارت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن يغدو المواطن الركيزة والوسيلة والشريك الأساس في مسيرة النهضة الحديثة بنهج حكومي لافت وهو الأمر الذي عزز الأمل لدى المواطنين ومن بين ما تضمنته منظومة الإجراءات الحكومية التي عالجت الواقف وتجاوزت المواقف الصعبة انخفاض معدل البطالة والتصميم على إصلاح سوق العمل والمعالجات المتميزة لجائحة كورونا التي أبهرت العالم من خلال رئاسة سموة للفريق الطبي للتصدي للجائحة إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات وتطوير الأداء الحكومي كذلك الإدارة المالية المتميزة والرقابة الإدارية والمالية المتمثلة في المسائلة والمحاسبة والمشاريع الإسكانية للمواطنين ضمن برامج زمنية محددة ويأتي كل هذا على كل حال في ظل توجيهات وتطلعات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا الحضور الكريم إن المشاركة الفاعلة للمواطن في هذا الإنجاز الأمني إلى جانب تقديم الخدمات الشرطية والأمنية على مستوى عال من الاقتدار والتخصص والانضباطية يضع أمامنا قراءة واضح لثنائية الشراكة في المعادلة الأمنية بين المواطن والشرطة والمسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والنظام العام ويسعدني في وجودكم التأكيد على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية جعل الأمن مسؤولية الجميع وعزز مفاهيم الولاء والانتماء والمواطن الصالحة والحسب المسؤولية بمعنى أن الشراكة المجتمعية لم تعد مفهوما نظريا بل أصبحت قدوة حية نابعة من قيم البحرين الأصيلة مع التأكيد على أن شرطة البحرين تستمد رسالتها الأمنية من قيم وثقافة المجتمع البحرين ودوره الفاعل في إرساء مبادع الأمن والسلام مما مكنها من الحفاظ على استدباب الأمن وبث الطمأنين والسكينة لأبناء المجتمع وأني شاكر لكل من ساهم في حفظ أمن واستقرار البحرين وفي هذا السياء فإنني أثمن دور الإعلام على اختلاف أنواعه ووسائل فهو عين الحقيقة والباحث عنها فكان له الدور الكبير في هذا الإنجاز الأمني وذلك في نقلها الصورة الكاملة والصادقة بحيادية وتجرد وتغطية الجهود الأمنية المخلصة في حفظ الأمن والنظام العام والشكر موصول إلى كل جهد إعلامي ساهم في ذلك الحضور الكريم إن البحرين تملكوا إرثا حضاريا ونموذجا ديمقراطيا متميزا وانطلاقا من مسؤوليتنا الأمنية الوطنية فإن الأمر يتطلب مننا جميعا المحافظة على الأمن وضمان الاستقرار خاصة وإننا نعيش في الأيام القادمة مع استحقاق دستوري متمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية باعتبار أن المشاركة في الانتخابات هو تعبير صادق عن مستوى المسؤولية الوطنية بإذن الله وإننا نعمل معكم كشراكة حقيقية في توفير الحماية الأمنية لسير الانتخابات القادمة لنشر الطمأنينة بين المواطنين بما يمكنهم بكل حرية ويسر من الإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني الذي كفلوا لهم الدستور مشيدا بالديمقراطية البحرينية التي تميز أداؤها بالإخلاص والحكمة وبنهج إيجابي مسؤول وذلك في إطار الهوية البحرينية الأصيلة وإن التعاون الوثيق والشراكة البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان له انعكاسه بشكل واضح على الاستقرار الأمني وساهم بلور كبير في الحفاظ على مصالح الوطن وفق حكمه ورؤية مشتركة الوصول إلى حلول واقعية في مختلف الظروف التي واجهتها البحرين وإني أختم بالقول إن تحقيق الأمن المجتمعي القائم على التماسك الاجتماعي يشكل المكون الحقيقي للجبهة الداخلية الوطنية التي تعمل بروح الفريق الواحد معربا عن خالص اعتزازي وتقديري لكل الجهود الأمنية المخلصة في تحقيق هذا الاستقرار والإنجاز الأمني وعلى تعاون المواطنين مع رجال الشرطة في حفظ الأمن والإحساس بالمسؤولية الأمنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك تم استعراض عدد من البرامج والمبادرات الفاعلة التي تنفذها وزارة الداخلية في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وأثبتت كفاءة ونجاحا ضمن منظومة الشراكة المجتمعية البناء ومنها العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وهما البرنامجان الذين تنفذهما الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة حيث وأشار الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى دور العقوبات البديلة في خفض نسب العودة للجريمة مضيحا أن نسبة الانخفاض بلغت هذا العام 33.13% وتراجعت معدلات الإخلال في تنفيذ العقوبات البديلة بنسبة تصل إلى 71.13% خلال عام 2021 وبلغ عدد المستفيدين 4.413 شخصا وفي معرض تناوله لبرنامج السجون المفتوحة أوضح أنه يشمل ثلاث مراحل أولها التقييم وثانيها التأهيل وثالثها الإدماج وتناول العميد فواز الحسن آمير الأكاديمية الملكية للشرطة برنامج المعسكر الصيفي والذي تنفذه الأكاديمية ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا موضحا أن عدد المشاركين في المعسكر بلغ 9.641 منذ إطلاق البرنامج عام 2009 لافتا إلى أن نسبة رضا المشاركين بلغت 90.13% ونسبة رضا أولياء الأمور 91.13% وتناول الدكتور يوسف محمد عضو المكتب التنفيذي لبحريننا المشهد العام للخطة الوطنية ومراحلها منوها إلى إقرار 107 مبادرات كما استعرض أهداف وقيام برنامج كافو وكذلك المنصة الوطنية لخبراء البحرين خبراء من جهاته استعرض الرائد ناصر الكبيسي من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة مبادرة فاعل خير والتي تنفذها الإدارة لافتا إلى استفادة 429 حالة كما تضمن العرض برنامج التعافي والذي تنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتم تتشينه عام 2018 ومن مخرجاته شاب متعافي صالح للمجتمع والمحافظة على كيان الأسرة واختتم العرض السيد علي أميني مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان معا والذي تنفذه إدارة الوقاية من الجريمة وشرطة خدمة المجتمع مؤكدا على انخفاض السلوكيات في المدارس بنسبة 56.15% كما أشار إلى إدخال مناهج جديدة منها الأمن السبراني والتعايش السلمي ومكافحات التطرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر